لم يكتب رئيس الوزراء في قائمة حساباته على أن يمنح ضوءا أخضرا أو يغضى الطرف عن فاسد أو مجرم حتى وإن كان بعض المسؤولين بأبهى حلة في القيافة ولم تكن هذه الزيارة على وجه التحديد إلى مقر هيئة التقاعد الوطنية زيارة عابرة بل هي من سلسلة قصة طويلة بدأ حبكتها الكاظمي منذ أول قرار لدخول عش الدبابير دبابير الفساد وترهل الإداري وملفات سوداء تضرب في خاصرة العراق المالي والاقتصادي وقضايا أخرى لم يكن جديدا على الكاظمي أن يقدم عليها بجرأة في إظهار السلاح المواجهة بالقانون فهو الذي بدأ حكومته على طريق معبد بشوك الفساد وتدعياته اليوم ينتشر الخبر الأكثر بروزا بقرار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الكرخ في التاسع عشر من كنون الثاني على المجرم أحمد عبدالجليل حسين علوان بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات وبغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفقا لأحكام القرار 160 يأتي قرار الحكم بعد خبر اعتقال قوة أمنية لمدير هيئة التقاعد العامة السابق أحمد الساعدي بناء على تحقيقات اللجنة الدائمة المشكلة للتحقيق في قضايا الفساد شكلها رئيس الوزراء بفريق يضم أعضاء من جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة التحقيقات التي شرعت بها اللجنة بتوجيهات الكاظمي تضع النقاط على الحروف بإلقاء القبض على كل شخص يقع في دوائر الفساد التي ألحقت الضرر بالعراق وأوصلته إلى مستوى خطير من التراجع سيما ما يتعلق بملف المتقاعدين الأكثر أهمية في حسبان الحكومة العراقية اشتركوا في القناة